تعالى هنا نقود أول سؤال من أستاذ محمد من إسكندرية أستاذ محمد أستاذ خallad lady ولدي زيدك بالنعيمة يا رب والله أنا عندي والدي كانت وفى نعم رحمة الله ربنا يجعله في فسح الجنات نعم رحمة الله ربنا يجعله في فسح الجنات يا رب الله أمين يا رب العالمين وعندي والدتي كانت اتصلوا بيها في التأمنات وراحت صرفت شكين شيك بتاع الجنازة وشيك كان متأخر باسمها هي وصرفتهم أختي طبعا بتطلبها بحاجات من الشكات دي هي ليه حق أختي في الشكات دي أول حاجة الشيك الأولاني ده ده كان حقها لأنه كان متأخر ده ماشي مش كده مش الشيك ده هو شيك اللي كان بياخدوه بتاع المعاش أعيوة صح كده فشيك المعاش ده هي تحملت احتياجات البيت بس هي ممكن تكون اقترضت أو اتصرفت والفلوس دي كانت على تجيلها فالفلوس دي متأخرة فده مستحق للبيت فمستحق للبيت ومصاريف البيت طيب الحاجة التانية بقى إن الشيك ده والاستحقاق ده اللي استحقاق ده دي جعلها إن هي لها حق أعيوة صحيح ولأن الرسول اللي صلى الله عليه وسلم قال خذي ماك فيكي ولدكي بالمعروف فإذا كانت هي تصرفت فالفلوس دي حصلت عليها الحاجة التانية بقى الفلوس بقى بتاع الجنازة دي فلوس الجنازة بيبقى مكتوب اسم الشخص اللي هيطلع الشيك باسمه والدتي ورده خلاص فلوس دي تروح لولدتك لأن فلوس الجنازة دي طلع على مساعدة لمن سيتولى أمور تجهيز هذا الشخص فهي هبة وكفالة من الجهة التي تعطي هذا المال وليست مالا مملوكا لهذا الشخص ليه لأنه لو كان مال مملوكا لهذا الشخص لا يبد أنه كان يملكه قبل لكنه خلاص زمته المالية توقفت بعد الموت فالمالة لما بيخرج ده لازم يتقالها يروح لمين فبدل هو بيقول يروح لمين فكتب أنه لولدتك فيروح لولدتك فيبقى أخت حضرتك ما لهاش حق أن يطالب لف ده ولف ده ليه طيب ليس معنى أنه هو اتصرف بعد وفاة والدك أنه هو بقى ميراس لأنه ممكن يتصرف حاجة لإسم والدك ليس لإسم والدك يعني إيه لكي يتم تجهيز والدك ويتم دفع من والدك فالمال ده بيطلع للشخص اللي هو المفروض ينفق على عملية التجهيز دي فهو كتب اسم والدتك خلاص يبقى المال ده ملك الولدتك الأمر التاني المال ده كان حق الولدتك والحق ده تأخر حق البيت ده والحق ده تأخر فإذا كانت هي أنفقت على البيت دوت على انتظارا لهذا المال فالمال دوت كان حقا قبل الوفاة نعم نعم